مشاهدين أهلا بكم تحت هاشتاقي الضراب موظفين الكهرباء والماء واعتصام الكهرباء الأثنين الذين انطلقا أمس موظفون بوزارة الكهرباء والماء عبروا عبر تغريداتهم إلى وقفة احتجاجية غدا الأثنين اعتراضا على قرار الوزارة بإلغاء البدلات الخاصة للتكليف بالعمل في المناطق النائية وحول هذا الموضوع قام فريق النشرة الألكترونية باتصال هاتفي مع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري والذي أفاد بالتالي في البداية نشكر تلفزيون لكويت على اهتمامه بالمواضيع التي تخص موظفي وزارة الكهرباء والماء وهذه فرصة نلقي التحية على جميع العاملين في الوزارة ونود أن نؤكد بأن الوزارة لا تسمح بتاتا بالمساس بمستحقات العاملين والتي تم اكتسابها وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية فكل من تنطبق عليه الشروط بلا شيء سيحصل على هذا البدل ولكن هناك حالتين ودي أوضحهم في القرارات المنظمة لبدل المناطق النائية هناك جداول وزعت من قبل ديوان الخدمة المدنية توضح المناطق التي تنطبق عليها صفة المناطق النائية أي موظف يعمل في هذه المناطق هذا لا قبار على حصوله على هذه العلاوة الجدل الدائر هو حول هناك بعض المواقع وهي غير مصنفة من المواقع ذات المناطق النائية ولكن طبيعة أعمال هذه الإدارات والعملين فيها تتطلب أن ينتقلون إلى مواقع أخرى مصنفة بمواقع نائية أيضا هذه نظمها ديوان بإجراءات معينة فالوزارة فقط كل ما تطلبه هو تطبيق هذه الإجراءات وفق الآلية التي نظمها ديوان الخدمة المدنية وبالتالي كل من يعمل في هذا المكان وإدارته تسجله خروجه للعمل في هذه المواقع سيتم الدفع له لاحقا يعني عقب ما يداوم عقب ما يؤدي العمل في المناطق النائية الوزارة تصرف له وفق شروط ديوان الخدمة المدنية وكل الشكر لكم